حرصت مملكة البحرين على مواكبة المستجدات العالمية في مجال العلاجات الطبية خصوصا ما يتعلق بفيروس كورونا جاء اعتماد دواء سوترو فيماب بعد تأكد من استجابته الفعالة ضد الفيروس وإجازته ضمن البروتوكول العلاجي لتسريع تعافي الحالات القائمة جودة وكفاءة منظومة الرعاية الصحية في مملكة البحرين لها دور بارز في هذه المرحلة الرهنة خصوصا مع انتشار جائحة كورونا في دول العالم إذ أثبت الفريق الوطني الطبي تميزه ومساهمته الفاعلة في خفض أعداد الحالات القائمة بشكل ملحوظ وكانت البحرين من أوائل الدول التي أجازت الاستخدام الطارئ لدواء سوترو فيماب بعد التأكد من استجابته في تسريع تعافي الحالات القائمة من فيروس كورونا وخفض عدد الوفيات اعتماد دواء سوترو فيماب ضمن البروتوكول العلاجي للحالات القائمة لفيروس كورونا في مملكة البحرين أدى إلى رفع معدل التشافي بنسبة 95% وبلغت نسبة الخروج من المستشفى 100% دون تسجيل أي أعراض جانبية للحالات التي أخذت الدواء ويأتي دواء سوترو فيماب استكمالا لتقديم أفضل وحدث العلاجات المعتمدة للحالات القائمة لفيروس كورونا والحماية من تداعياته في ظل استمرار الجهود الوطنية في توفير الأدوية ضمن البروتوكول العلاجي يعتمد دواء سوترو فيماب على الأجسام المضادة وحدة النسيلة وهي عبارة عن بروتينات تحكي قدرة الجهاز المناعي على محاربة الفيروسات تم تصميمه مخبريا لمنع ارتباطه ودخوله إلى الخلايا البشرية ما يشكل حماية للجسم ويزيد من مناعته يحظى المواطنون والمقيمون في هذه الأرض الطيبة الغنية بعطائها على رعاية صحية شاملة من خلال مؤكبة مملكة البحرين لأحدث التقنيات العلاجية وتوفير مختلف أنواع اللقاحات والعلاجات ضد فيروس كورونا ضمن جهود وطنية مستمرة ساهمت بشكل مضطرد بخفض أعداد الحالات القائمة ترجمة نانسي قنقر